ككل سنة ومع إطلالة شهر رمضان المبارك شهر المغفرة والأجر والثواب يحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إعطاء انطلاقة عملية توزيع الدعم الغذائي التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بدعم من وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية سنة حميدة مباركة نابعة من قلب كبير رصخت لأزيد من عقد من الزمن ثقافة التضامن ممارسة وسلوكا ونهجا قويما وفق مقاربات متكاملة ومتوازنة لتخطي كل الإشكالات والمعضلات الاجتماعية انطلقت عملية توزيع المساعدات الغذائية لفائدة الأشخاص المعوزين بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذه السنة أشرف عليها صاحب الجلال نصره الله بحي المسيرة بتمرة عملية خصصة لها غلاف مالي إجمالي بقيمة 58 مليون درهم وتروم تقديم المساعدة للأشخاص المعوزين والمحتاجين لسيما النساء الأرامل والمسنين والمعاقين ويبلغ عدد المستفيدين هذه السنة نحو مليونين وثلاثمائة وسبعين ألف شخص ينتمون لأربعمائة وثلاثة وسبعين ألف وتسعمائة أسرة أربعمائة وثلاثة ألاف أسرة منها بالعالم القروي ويموزع على جميع أقاليم المملكة ووفقا لهذه العملية ستحصل كل أسرة على قفة من المساعدات الغذائية تتضمن عشر كيلو جرامات من الدقيق وأربع كيلو جرامات من السكر وخمس لترات من الزيت ومائتين وخمسين جرام من الشاي بحيث سيتم في المجموع توزيع أربعة ألاف وستمائة واحد وسبعين طن من الدقيق وألف وتمانمائة وتمانية وستين طن من السكر ومائة وستة عشر فصل خمسة وسبعين طن من الشاي ومليونين وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف لتر من الزيت وبالنسبة لاتمارة فعدد المستفيدين يبلغ خمسمائة منهم مائة وسبعة وخمسين مستفيدا بحي المسيرة وتكتسي هذه العملية على الصعيد الوطني طبعا خاصا ومتميزا في هذا الشهر الفضيل شهر تتجلى فيه أرقى خصال الخير في الإنسان وتتسامى فيه معاني العطف والبر والرحمة والعدل والكرامة شهر يقتدى فيه بسيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة وعلى هدي المصطفى يواصل سليل الدوحة النبوية الشريفة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعم المبادرات الإنسانية والتضامنية الخلقة وإنجاز الأوراش الاجتماعية التي تحقق كرامة الإنسان وتحقق العيش الكريم لكافة المواطنين خاصة للفئات الضعيفة والمحتاجة والمعوزة بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية ومحوي جيوب الفقر والتهميش ولضمان مرور هذه العملية في ظروف جيدة قد تم تعبئة طاقم يتكون من خمسة ألاف شخص بالإضافة لفريق من المساعدين الاجتماعيين والمتطوعين من بينهم طلبة وسعيا لضمان مرور العملية في أحسن الظروف على الصعيدين المركزي والجهوي فقد تم تشكيل لجنتين محلية وأخرى إقليمية للصهر الميداني عليها وكذا الوقوف على تزويد المراكز وتحديد المستفيدين وتوزيع المساعدات فيما تتكفل الأبناك الشركة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بمرقبة مختلف الجوانب المالية للعملية هي تعبئة اجتماعية شاملة تتم عبر عدة مبادرات إنسانية وإشارات قوية من أجل فهم عميق لنجاعة الوسيلة فالإنجازات التي تحققت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله هي إنجازات هامة وواعدة في إطار حركية تضامنية تصعودية تعبأت حولها كل طاقات المجتمع للولوج لرحبة العدالة الاجتماعية الشاملة التضامن ليس كلمة جوفاء إنما هي عمل متواصل ومسيرة خير لتحقيق كرامة الإنسان كرامة كل مغربي أينما كان مسيرة فتحت أبواب الأمل لفئات عريضة من المجتمع ومسيرة تضامنية مباركة يرعاها جلالة الملك حفظه الله أخرجت المحرومين من الظل إلى النور فالتضامن قيمة راسخة من قيم التغيير ضمن ورش إصلاحي كبير تتحقق أهدافه بروح توافقية تشاركية لربح معركة التنمية والبناء وربح رهان التحديث والعصرمة وفق تدبير كفء ومتين مفعم بروح المواطنة والمسؤولية فالمغرب يشهد في عهد جلالة الملك حفظه الله ثورات إصلاحية متعددة الواجهات تعد عملية الدعم الغدائي من أهم العمليات الإنسانية التي تقدمها المؤسسة خلال شهر رمضان الأبرك هذه العملية التي تستفيد منها ما يقرب من من يونين ونصف شخص محتاج عبر جميع أنحاء المملكة وخاصة في المجال القروي وهي تشكل مبادرة خاصة تمكن مؤسسة من الملورة العمل التضامني ميدانيا من خلال قربها من محتاجين هذه المبادرة هي كذلك تأكيد على تشبت كل المغاربة بقيمهم تضامنهم وقيمهم المتأصلة تاريخيا ودينيا وثقافيا وأصبحت اليوم هذه العملية محطة جديدة في تقاريد المغاربة تقاريدهم التضامنية وهي تؤكد على سلوك المجتمع المغربي كليا سلوك من خلال تعبيره الإنساني البسيط ومن خلال تعبيره الإنساني كذلك الذي يحمل دلالات قوية أوليدي أشغل نقول لك ما اللي بدأ بخرجها ونحن نأخذهم يعدون الله يتترك والله يحفظك هو قلينا في عناق هو قلينا في عناق راح ما في حان ناش وما عدناش وربارك أوليديا في بلاي ركاعة وحدي طبعي الحال يعاونونا بزرد دي المسائل من يقلو الوليدات وتنقصونا بزرد دي المصاريف والحمد لله الحمد لله عاونتني بزرد الحواج عاونتني بزرد الحواج كل شي ما عندي ولازيت لاتحيل لا أسكر لولود تساعدني تفطرني أنا ولداتي تنحيي السيدنام اللي عاوننا الله يخليه لنا وطول عمره وزيتي ماداده أحلم الله أحلم الله بلا سيديك أحلم الله بسيديك أحلم الله بسيديك أحلم الله بسيديك نافعنا في كل حاجة الحمد لله الحمد لله كل حاجة نافعنا فيه ونافعنا دايما بلادكش نافعنا دايما الله ينصر سيدنا. الله يخليه إلينا. دائماً كل عام كنشده هاد المساعدة دي سيدنا. كدساعدنا على المعيشة اليومية خصوصاً في هاد الشهر الكريم. الله ينصروا سيدين. الله ينصروا. الله يفرحوا. الله يزازي بخير.